هذه المحاضرة الثالثة بنعمة ربنا يا أولاد من محاضرات جوينتس والأرتيكوليشنز هتكلم فيها عن جوينتس بلوك الجردل and lower limbs زي ما تكلمنا في المحاضرة الأولى عن البرينسبلز والديفينيشنز بتاعة كل الجوينتس اللي موجودة في جسم الإنسان تكلمنا في المحاضرة الثانية عن الجوينتس اللي موجودة في الباك وفي الثراثيكيج والأبرلمس النهاردة هنتكلم عن جوينتس بلوك جردل and lower limbs بلوك جردل and lower limbs أول حاجة هنتكلم عنها الساكرواليك جوينت الفيتشورز بتاعتو synovial planar joint loosens during labor والبونز اللي بيشاركو في الساكرم والإليام اللي موجودين في الانتيريور ساكرواليك لجامنت والبوستيريور ساكرواليك لجامنت والإنتر أوسيس ساكرواليك لجامنت طيب الأكسيسوري لجامنت ساكرو توبيروسيوس اسكيال توبيروسيتي الساكرم وساكرو سباينس اسكيال سباين ومن ثلاثة طيب الأكسيال ومن ثلاثة طيب العبارية زي ما حاضراتكم شايفين في الرسمة دي أو في السورة دي في الثلاثة صورة الموجودين قدامنا أول صورة شاهدين فيها الإيليم وهنا الساكرم ده الأنتيريور ساكرو إليك لجامنت وده الإنتر أوسياء الساكرو إليك لجامنت وده الشورت بوستيريور ساكرو إليك لجامنت وهنا يا أولاد ممكن تشوفوا إجريتر سياتيك فورامين شكلها إزاي ومعاها هنا الساكرو توبيريوس لجامنت والساكرو ساكرو 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 سا الآن الـ pubis symphysis يا أولاد كما رأيكم هنا هذه هي symphysis pubis أو pubic symphysis في الـ features هذه هي cartilaginous joint يعني عبارة عن مفصل غضروفي loosens during lapar تمام بيتمدد أثناء الولادة البونز المشتركة فيه left and right pubis دي ودي الليجامنس المشتركة فيه ligamentus capsule increase fibrocartilisus disc كمان في عندي الـ hip joint يا أولاد وده نوع hynovial و multi axial whole socket الأستابل الأستابلر الليب of fibrocartilisus deep in socket high bony conjuvency central fat filled acetabular fossa البونز المشتركة فيه a rounded head of femur والأستابلوم of الليجامنس الموجودة عندي iliofemoral ligament anterior from the anterior inferior iliac spine anterior intertrochanteric line وو limits extension and lateral rotation abduction and abduction puprofemoral medial from iliopubic imminence inferior aspect of intertrochanteric line limits extension lateral rotation and abduction طيب كمان بي limit extension lateral rotation and abduction والأستابل اللي هو posterior from posterior aspect of acetabulum of greater trochanter طيب الأستابل بيعمل limitation للextension والmedial rotation or adduction طيب ligament ligamentum teres ligamentum of head of femur not for stability provides passage for vessels بتمد بالبساج الخاص بالأوعية تموية طيب حضرتك شايف ده ايه بالضبط المنطقة دي ايه بالضبط قالك شايف المنطقة دي بسموها ligament of head of femur دي ligament هتلاقي في connection ما بينها ما بين الحتة دي كده تمام طيب الحتة دي اللي من جوه دي دي surface the surface the articular surface أو بسموها acetabular labrum fibrocartilisone fibrocartilisone حلو قوي وتعتبر lunate surface of acetabulum طيب ماشي كلام جميل طيب شايف الحتة دي كده احنا مشروحينها شوية كده the obturator membrane فيه بمر من خلاله obturator nerve طيب نبوص على حتة دي تاني the ligament of head of femur طيب دي ال head of femur طيب دي ال head of femur طيب دي the neck of femur طيب دي greater through counter وخلي بالكم يا أولاد من greater through counter لما نتكلم عن المسل هنعرف انه هو مكان لإنسيرشن و أورجن لمجموعة مهمة جدا من مجموعة المسل اللي جوينت يا أولاد النورمال الشكله كده والدرجات بتاع الإنحاء بتاع المفروض تبقى كده والجينو فالغم مفروض بيب أكتر بمية خمسة فسعين درج والجينو فارم مفروض بيب العكس النيجوينت يا أولاد the features of knee joint synovial modified bicondylar highing joint relatively unsuitable و some gliding or rolling or some rotation يا أولاد ligaments provide the stability not bone congeruity and poor bone congeruity two parts tibio femoral joint patello femoral joints الفيمر يا أولاد sits on an angle يعني لها زاوية معينة medial condyle of femur extends further distally to accommodate the angle of articulation with the tibia المنسكي المنسكي الفيبرو cartilage of tibia platase deepens the socket increase the congruity shock absorption peripheral aspects are vasculated central aspect aren't a heel very slowly lateral يا أولاد في عندي more free movable than medial meniscus due to the attachment الattachments الموجودة intercondylar areas anterior posterior والpost cruciate ligament via post meniscus femoral ligament وعندي كمان الويق attachment to joint capsule not attached to lateral collateral ligament والمدial meniscus via transversus ligaments بالنسبة المدial meniscus ألك more firmly attached but higher chance of injury due to less give connections to other things attachments intercondylar areas anterior posterior or medial collateral ligaments joint capsule مثل محضراتكم هنا medial mescus anterior cruciate ligament ACL ACL anterior cruciate ligament ودي transverse transverse ligament TL transverse ligament transverse ligament lateral meniscus ودي posterior meniscus femoral ligament PML B posterior meniscus femoral ligament ودي posterior cruciate ligament PCL and after looking i will see here another and will focus in the cross right here the robot the the which is the transverse ligament medial وفيه عند الـ Medial Meniscii وفيه عند الـ Medial Collateral Ligament وفيه عند الـ Posterior Crochete Ligament وفيه عند الـ Anterior Crochete الـ Posterior Crochete والـ Anterior Crochete مع بعض بيعملوني الرباط الصليبي أو Cross Ligament وديه البوبليتيال تندون وديه الـ Lateral Collateral Ligament وديه الـ Lateral Meniscii يا أولاد وزي ما قلنا ان المنطقة دي بالذات مشهور بيها لعبة الكورة ان هي بيحصل فيها تير بيحصل فيها قطع ليه؟ لان تحصل عندهم ازاي القطع ان هو بيشد رجله الورا بيحصل حركة معينة ممكن تؤدي بعد ذلك لما يروح شايد بسرعة فيروح مرجع التندون الثاني فيحصل تير في احد التندون الثاني بيقولك عنده قطع في الرباط الصليبي ني جوينت يا أولاد الفيمر والباتيلا والتيبيا مع بعض مشتركين والليجامت الموجودة الفايبرس كابسول والثيك وعندي سليف الراون جوينت وإكسرا كابسول عندي البatellar ligament وإكسرا كابسول عندي البatellar ligament وإكسرا كابسول عندي الفيمر والتايتنس دورينج فليكشن ترانسفيرس لجامنت بتوين منسكا منسكو فيمورال ligament منسكو 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 على حديث من النساء منسكو 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 والبستيري بروشيت لجماني والميديال كولاتراد لجماني نيجي تاني نبص هنا أولاد على الباتيلا قدام التو بونز وهذه هنا الليجامنت اللي موجودة اللي بيحصل فيهم كروس نبص تاني على البيرسا واحنا بصنا عليها قبل كده لما كنا بنتكلم في نهاية المخاضرة الأولى اتكلمنا عن أنه في بيرسا وفي سبرا باتيلا بيرسا في عندي سبكتينيس بتيلر بيرسا بيرسية تانية في عندي digital lab يبقى سبرا بيرسا سبكتينيس بري باتيلر بيرسا وفي deep infrapatellar بيرسة ده اللي هميني ان انا عرفو بغض النظر ان السuprapatellar بيرسة دي عبره عن continuitary synovial joint بداخل cavity و sits underneath القوات tendon والsaccutaneous prepatellar بيرسة دي anterior توبتل for kneeling والdeep infrapatellar بيرسة sits on top of fat, bads belouza, batilda tendo في عندي كمان يا أولاد proximal superior tibiofabular joint الفيجرز بتاعته ده يعتبر وده ما كانوا هنا يا أولاد proximal tibiofabular joint هو synovial planar joint البونز المشتركة فيه التيبيا والفيبيا لما أقول البونز المشتركة فيه يا أولاد معناها أنا بتكلم عن superficial part بتاع joint اللigaments المشتركة فيه tibiofabular anterior و tibiofabular posterior distal inferior tibiofabular distal inferior tibiofabular joint أول أو posterior tibiofabular joint اللigament هنا اللigament long و thick و thick و prevent separation of tibiofabular بحافظة 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 tibiofabular 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 اللigament يا أولاد بتتكوّم من media collaterals deltoid four parts برضو ما تاخدش بالك من الأثناء بص كده يا أولاد شايفين كده درس يعتبر رسم كروك يعني بص هنا تلاقي الفيبتولة والتيبيا وهذه الأدامي كالكنيس وأروح باصص من هنا رسم البوستيريور tibiofabular ligament روح رسم من هنا اللigament الموجود ما بين الكالكنيس والفيبيا بنسميه calcineofabular ligament وروح باصص من هنا هلاقي الأنتيريور tibiofabular ligament روح باصص كده تاني روح ملاقي الدلتويد ligament on medial aspect روح باصص هنا الأنتيريور tibiofabular ligament وبكده يبقى انا رسمت ligament اللي احنا كنا بيتكلم عنه طيب sub-tailer joint sub-tailer joint والحركات اللي هو بيعملها بيعمل حركتين بيعمل inversion و e-version وتشكل الحركات اللي بيعملها ال inversion و e-version what features بتاعت sub-tailer joint قالك ده synovial planar joint بيعمل inversion e-version اهي اهي ادي ال inversion حركة الرجل كده و ادي ال inversion حركة الرجل كده طيب البونز اللي داخله في التكوين بتاع sub-tailer joint التيلوس و الكالكنيوس حلوة التيلوس اهي والكالكنيوس التيلوس والكالكنيوس هما الداخلين في تكوين من السب-tailer joint تاني نبص عليهم ادي التيلوس اهي والكالكنيوس اهي وده السب-tailer joint ما بين الاتنين الى اصدقاء طيب الترانسفيرس تيرزل joint الفيتشورز بتاعتو قالك ده كومبو من التيلو اهه تيلو ناذيكولر joint مع الكالكنيوس كوبويد جوينت بوث سينوفيال بلانر هما الاتنين ده كومبو منهم عشان يروح دخلي كده يروح مطلع لي جوينت تاني كبير بيسمونه تيرزل joint تيلوس والافيكولر بونز كالكنيوس والكوبويد تدخلي بالتكوين بتاعه موضوع الارشيس انا عندي ثلاثة اارشيس لازم ابعرفهم موضوع الارشيس مهمين نحن نعرفهم وده هنلاقي هنقسمهم بالطريقة دي الارشيس دي عبارة عن قبو يعني واحد هنلاقي موضوع الارشيس واحد الارشيس واحد الارشيس واحد هناخده ترانسفيرس يعني شوك ابسوربشن وظيفة الارشيس شوك ابسوربشن امتصاص الصدمات امتصاص الصدمة ونحن مق Bang 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 ultimate امتصاص الصدمة حص امتصاص الصدمة مع PKB ومقلت الارشيس ومنم Eenلوه روسيس امتصاصубли تاب gut الasilchume الـ Medial Longitudinal الـ Heist عملنا دلوقتي عن Lateral Longitudinal نتكلمنا على الـ Arches و نتكلم دلوقتي عن الـ Medial نحن قلنا فيه Medial و فيه Lateral الـ Medial Longitudinal الـ Heist Arches البونزل الدخل في تكوينه Il-calcineus, il-tailus, il-navicular, il-medial cuneiform, intermediate cuneiform Ul-first metatarsal Tab-lateral, dachl fi-tacquino Il-calcineus, il-cupoid, il-fifth, il-force metatarsal Tab-l-transverse, dachl fi-tacquino Q-point, lateral, intermediate cuneiform, medial cuneiform, basis of metatarsals Tab-l-metatarsal pharyngeal joints Metatarsal pharyngeal joints Tab-l-metatarsals, w-l-pharyngeis W-l-pharyngeis W-l-ghalima mawgud f-l-man-tahdi Metatarsal pharyngeal joints Metatarsal pharyngeal joints Tt n- Kern-dialtoids Dashi-tacquino Mat 니 fral-治 Tt s-hynoveal Cuneidoide D wiele Bejmigo Al why Flicion Glide 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 Тt pin opticon F Cine Broxial D Procimal adult D إنترفالينجيال جوينس يعني الجوينس الموجودة ما بين الكتائب بتاعة أصابع القدم وغالباً بتبقى موجودة اتنات في الصباح من التاني للخامس معدة واحد بس الصباح الحول فيتشار ساينوفيال هاينج جوينت وبيعمل فليكشن وإكستنشن شكراً جشوينت أميلاً راضي بكم بشكل شكراً لتأكيد بكم هذه المترجمات في ستناتج أعنام لتلك المترجمات لتشاهد من مهمة وشكراً لتكون مستعدة لتكون مستعدة لتكون لتكون مستعدة in the telegram group our next schedule must be the cranium and a lot of you are asking about the muscles so just within two weeks everything will be fine we will take the cranium in one week english arabic and russian arabic and after that we will go for the muscles the muscles is a long history ان شاء الله الاسبوع ده هديكم 3 محاضرات دور تذكروه وبعد كده هسيبكم 10 تيام تاني بعدها هنزل لكم الكرانيام كاملة عشان تذكروها و هسيبكم 10 تيام تذكروها وبعد كده هنزل لكم الموسيلز خلي بالكم من الموسيلز قصة طويلة قصة طويلة جدا فاحنا خلينا ماشيين step by step انتو ماشيين مع الجامعة ولتقدروا تذكروه زكروه واللي مش هتقدروا تذكروه مع الجامعة بدأوا زكروه من المحاضرات واللي هميني اكتر المحاضر لما توقعوا تذكرها انا ماشي معاكم بالتدريج من اول حصة وغير دلوقتي بقلل من الشرح اللغة العربية وبخش شوية انجلش شوية بشوية عشان خاطر تتعودوا اني حتى بعد كده تشرحوا انتو بتذكروا نفسكم تعودوا تذكروا English in English تاني هأكد ان كل الحاجات اللي احنا بناخدها ابدأ اعمل نوتس لنفسك ابدأ لخص الكلام اللي بتسمعه في المحاضرة ابدأ افهم ابدأ ارسم واحدة واحدة خلي قدامك اطلس الاناتومي سواء كانجريز الاناتومي نيترز الاناتومي الحاجات دي مهمة جدا حاول الحاجة اللي انت بتشوفه في المحاضرة ومش فهمها دور عليها في الاطلس اعرف مكانها فين طب فهمتو خلصت ممكن بعد كده لو عندك وقت بص على فيديو تاني حتى بعد المحاضرة ومش مشكلة كل معلومة انت بتبنيها جديدة ستساعدك ستكون بالنسبة لك بيزك مهم جدا في معرفتك لكل العلوم الطبية مستقبلا مبسوط بوجودي معاكم ربنا يفرحكم ربنا يكون معاكم اتمنى انكم تذكروني في صلواتكم او تدعولي لان الفترة المقبلة انا فعلا يعني الوقت عندي دايق لذا ارجوكم اخواتي المسيحيين اذكروني في صلواتكم و اخواتي المسيحيين اذكروني في دعائكم عشان اقدر افضي جزء من الوقت واقدر احضر بريزنتيشن لحضراتكم واقدر اسجلها لكم ربنا معاكم ربنا يفرح قلوبكم سلام